السلام عليكم الآن التمارين التطبيقية الخاصة بجزء حركات القديفة دراسة سقوط قطيرات منتثرة أثناء السعال في مجال ثقال المنتظم يمكن أن يصاب الأشخاص بعدوى مرض كوفيد 19 عن طريق الأشخاص الآخرين المصابين بالفيروس ويمكن للمرض أن ينتقل من شخص إلى آخر عن طريق قطيرات صغيرة التي تنتثر من الأنف أو الفام عندما يسع الشخص مصاب بمرض كوفيد 19 أو يعطيس وتنتشر هذه القطيرات على الأشياء والأسطوح المحيطة بالشخص ويمكن حينها أن يصاب الأشخاص الآخرون بالمرض كوفيد 19 عند ملامستهم لهذه الأشياء أو الأسطوح ثم لمس عينهم أو أنفهم أو فامهم كما يمكن أن يصاب الأشخاص بمرض كوفيد 19 إذا استنشقوا قطيرات التي تخرج من الشخص المصاب بالمرض مع سعاله أو زفيره ولذا فمن الأهمية بمكان الإبتعاد عن الشخص المريض بمسافة تزيد عن مترين أثناء سعال تتناثر القطيرات الصغيرة من الأنف أو الفام تتراوح سرعتها البدئية بين 1 متر بارسون و4.5 متر بارسون الهدف من هذا الثمين هو تحديد المدى الذي تصل إليه قطيرات شخص مصاب أثناء السوح ندرس حركة القطيرة في معلم متعامد ممنظم رو إيجيكا مرتبط بالأرض والذين أعتبره غاليليا نعطي شدة مجال الثقالة وعش الارتفاع عن سطح الأرض أي 1.5 أو 6 متر ونهمل القوى المرتبطة بتأثيرات الهواء على القطيرة كما يوضح الشكل أسفل الشخص إنما يسعى الفيروس كوفي 19 ينطلق من سرعة V0 وفوقية أي موازية للمحور OE في هذا المعلم OEG تسقط القطيرة عند اللحظة عند اللحظة T0 تنطلق من موضع أو من نقطة A بسرعة بدئية أفقية V0 ذات القيمة V0 تساوي 3.5 متر فارسون سؤال أول أوجد بتطبيق قانون ثاني للنيوتون معادلتين زمنيتين X.T و Y.T لحركة القطيرة في المعلم OEG ثانيا حديد لحظة ارتقام القطيرة بسطح الأرض ثالثا حديد المدى الذي تصل إليه القطيرة غير عند قد فيها على ارتفاع أرش ستسقط هنا المدى يجب تحديد هذا المدى X.P بالنسبة للتصحيح أولا إيجاد المعادلتين الزمنيتين X.T و Y.T في المعلم OEG الذي نعتبره غاليليا نحدد أولى المجموعة المدروسة وهي القطيرات التي تحتوي على كوبيد 19 ثم جرد القوى أي تخضع هذه القطيرات إلى وزنها B ووزنها وتأثيرات الهواء المهملة نطبيق القانون ثاني للنيوتون على هذه القطيرات كما أشيرنا سابقا سنطلق بسرعة V0 وإنطلاقا من ثان المريض لكي تنتقل في الهواء فتسقط في هذه النقطة P XP لكي تنتقل في الهواء المدروسة لكي تنتقل في القانون ثاني للنيوتون نكتب سيجمالي F أكثر تساوي M A بما أن الجسم يخطع لي P فقط أي M A تساوي M G أي A تساوي G نسقط هذه العلاقة على المحور OX و OY فنجد AX تساوي D2VX على D2T تساوي 0 لأنه P عمود لأنه G تنتجي المجال ثقال عمودي على المحور OX بينما AY تساوي D2VY على D2T تساوي ناقص G أما أنجد AY تنتجي المجال ثقال عمودي على المحور OX تنتجي المجال ثقال عمودي على المحور OX ونجد AY تساوي D2VX على D2T وD2VY على D2T يوجد AY تساوي C1 وفي إغراج دوت تساوي ناقص جي فوات ت زائد سيدو حيث سيدو ثابتتين تحدد انطلاقا من شروط البدئية وعند اللحظة تزيرو تدينا فيزيرو أفقية وبالتالي فيزيرو لصفر تساوي فيزيرو تساوي سيدو وفيزيرو لإغراج تساوي سيفر تساوي ناقص جي فوات سيفر زائد سيدو وبالتالي سيدو وفيزيرو وفيزيرو سيدو تساوي سيفر فنحصل على المعادلة زمانية لسورة بإغراج دوت تساوي فيزيرو هذا وإضن القتام بliness يnetكس جي فوات تساوي جي وإغراج دوت تساوي كسي وإغراج دتالي تويل our leشي اللى قوم بديها x ذوا تساويetics دوت تساوي والد عادة ديتالي يدوث تساوي فيزيرو فواتي بلس سي تروى وفي إغراج دوت تاعة فو تساوي ناقش جي فواتي مربع جي لجوج تايم مربع بلس سي كاتر حيث سي تلاتية أو سي ربعة تحدد حسب شروط البدئية نحسب شروط البدئية X0 تساوي 0 و Y0 تساوي H الموضع البدئي X0 تساوي 0 و Y0 تساوي H بالتالي هو منها؟ نحسب شروط البدئية نكتب X0 تساوي V0 و 0 زائد C3 Y0 تساوي G على 2 فواتي مربع زائد C4 تساوي H أي C3 تساوي 0 و C4 تساوي H بالتالي هو منها؟ X0 تساوي V0 في واتي Y0 تساوي G على 2 فواتي مربع زائد C4 تساوي G على 2 فواتي مربع زائد C4 إذا تصلوا للمعادلتين واحد و جوج كما تكون المعادلتين الزمانياتين ثانيا تحديد TAP بلحظة إلارتقام قطيرة بسطح الأرض الزمانياتين وبالتالي موان جي على جوج فو طيب P4 plus H تساوي 0 ثم نحدد طيب P طيب P4 تساوي جوج H على جي طيب P تساوي جدر جوج H على جي طيب P تساوي 0 فصلة سبعة 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 أي أقل من ثانية مدة انتقال كوفيد 12 من فم إلى سطح الأرض المدة تقريبا أقل من ثانية الانتقال يتم بشكل سريع ثالثا تحديد المدى الذي تصل إليه طيب P من العلاقة واحدة سابقة لدينا XP وهي X.T X P تساوي V0 فو طيب P أقل أو طيب P بالقيمة سابقة فنجد XP وبالتالي المدى كأقصى مسافة يمكن أن تصلها القطيرة أثناء العطس هي تقريبا اثنان متر لذا ينصح دائما بالبتعاد عن أشخاص المصابين أو المشكوك في إصابتهم بمسافة لا تقريبا اثنان متر وكذلك استعمال الكمات وشكرا ترجمة نانسي قنقر